موسيقى لكن ستبدأ جولتنا من مدينة جوادالاخارة المكسيكية التي تشتاحها حاليا حم الكتب في ذل حرب المخدرات قد يشكل حضور أهم معرض كتاب في أمريكا اللاتينية خطرا كبيرا فالكاتب خفير سيسيليا مثلا لا يتنقل دون حراسة شخصية يعد سيسيليا بطلا في المكسيك منذ أن بدأ دعوته إلى محاربة عصابات المخدرات وفي مطلع العام عثر على ابنه مقتولا فنظم مسيرات صامتة تحت شعار لقد قدق نذرعا وهو في الوقت نفسه عنوان دراسته السياسية التي يقدمها هنا في كوادالاخارة بيد أن سيسيليا لم يعد يكتب الشعر والرواية عندما قطل ابن تزع مني أغلى شيء وانقطع إلهام الشعري أدرك أن ابني الآن بين يدي الله وأن أنتظر بعثي من جديد فالحياة مجرد فترة انتقالية كما أنني أنتظر صحوة بلدي من جديد لكي أتمكن من كتابة الشعر ثانية العنف اليومي موضوع لم يفقد بريقه في معرض الكتاب في المكسيك ورغم ذلك سرعان ما أدركنا أن معرض الكتاب الدولي مهرجان للقراءة أيضا فهو بمثابة مكتبة كبيرة ومن الواضح أن معرض المكسيك حدث ثقافي يعنى بالأدب والنجوم أيضا ثم تحدث مهم في الدولة الخامسة والعشرين من هذا المعرض فللمرة الأولى يتم اختيار ألمانيا ضيف شرف فيه وقام 25 كاتبا بالتعريف بالثقافة الألمانية ومن بينهم الحائزة على جائزة نوبا للأداب هيرتاميلا التي تؤدي هذا الدور على مطط وحضرت منذ اليوم الأول إلى المعرض مونيكا ماغون التي التقت في الجناح الألماني بدار النشر المكسيكية التي تتعامل معها إدارة معرض الكتاب تتمنى أن يزداد عدد اللقاءات من هذا القبيل من الضروري أن يتم التواصل بشكل مباشر كما أنه من الضروري أن تأتي ألمانيا وكتابها إلى أمريكا اللاتينية وأن يترجم أعمالهم والعكس صحيح أيضا أي أن يتوجه كتابون إلى ألمانيا وأوروبا ويترجم مؤلفاتهم أما يحسن العلاقات مع بلدنا هيرتاميلا تعتبر نفسها كاتبة أكثر من كونها سفيرة للثقافة ومنذ سنوات أصبح بإمكان عشاق القراءة في أمريكا اللاتينية شراء مؤلفاتها باللغة الإسبانية زوار معرض الكتاب احتفى بهيرتاميلا فمؤلفاتها عن الدكتاتور تشاوتشيسكو وملاحقة جهاز الاستخبارات لاقت شعبية كبيرة في المكسيك وقد حضر 1500 شخص ليتعرفوا إلى كاتبين فازو بجائزة نوبل للأداب وهم هيرتاميلا وماريو فارغازليوسا قرأت رواية ماركاس مئة عام من العزلة فظننت أن الأحداث تدور في قرية نتسكيدور في رومانيا حيث نشأت أظن أن هذا مثال على نجاح الأدب كما يستوقفني الكاتب النمسوي توماس بيرنهارد الذي وصف الفاشية اليومية في النمسا وهو ما يشبه أيضا ما كان يمارس ضد الأقلية الألمانية في رومانيا بالرغم من أن ماركاس لم يزر رومانيا قط ولم يكن في قريتي وكذلك الحال بالنسبة لتوماس بيرنهارد باس بوتشا شاعر شعبي تهافت كبير عليه من قبل جمهور القراء إنه يجسد الثقافة الألمانية على نحو مختلف هذا جناح دار النشر هردا ميكسيكو وقد أخذ رئيس الدار منذ أعوام على عاتقه مهمة التعريف بالروائيين الألمان في المكسيك ومن بينهم الكاتبة مونيكا ماغون التي نشرت الضار لها كتابا واحدا بالإسبانية لكن ما مدى رواج ثقافة الألمانية في المكسيك؟ ليس هذا سهلا لكن الاهتمام الكبير بالثقافة والأدب الألمانيين لم ينقطع لقد ازداد الإقبال في هذا العام خصوصا لكن على المرء أن لا يعلق أمالا كبيرة فالتوزيع هنا يبقى محدودا ما يزعجنا هو قلة القراء عالميا وهذا لا ينطبق على المكسيك بالضرورة بالرغم من أن عدد السكان يبلغ 120 مليون وعدد الذين يقرؤون قليل جدا لكننا نرى أن العدد لا يزال مقبولا لكن هذا لا يزال مقبولا تقع غوادالاخارا غرب المكسيك وهي ثاني أكبر من المدن المكسيكية يطلق عليها لؤلؤات الغرب وللمباني التي شيدت في زمن الاستعمار دور في هذه التسمية يقطن المدينة نحو مليون ونصف مليون نسمة تجولنا في قلب المدينة التاريخي بلفقة مونيكا ماغون ونشرها بيعت 500 نسخة فقط في المكسيك من رواية ماغون فاليعد ذلك خيبة أمل؟ عندما تترجم رواية ما إلى لغة أخرى يتمنى الكاتب بالطبع أن تجد روايته من يقرؤها وأن تجد كتاباته صدى مع العلم أن القارئة سيرى قصة تشبه قصته في الكتاب لكنني لا أعيش في الأوهام فالطبعات محدودة هنا أصلا ففي حال جاءت النتائج إيجابية فسيكون ذلك جميلا وإذا لم يحصل ذلك فلنصاب بخيبة أمل في كل ساعة يقتل شخص في المكسيك وهذا ما يثير اهتمام الكاتبة هنا يصدم المرء بالطبع عندما يزور بلدا كالمكسيك فقبل أيام مجيء إلى هنا عثر على 26 جثة في وسط المدينة وقد أراد الجنات بفعلتهم تلك بث الخوف لدى الآخرين جواد الأخارة تعطي انطباعاً بأنها منفتحة وتحتفي بديوفها غير أن حرب المخدرات ليست غريبة هنا عدنا إلى قلب المدينة الحديث حيث عثر على جثث قطعت رؤوسها علماً أنه في السنوات الأخيرة قتل 45 ألف شخص في الحرب الدائرة بين عصابة المخدرات والشرطة وفي هذه الحرب تصبح حياة الكتاب والصحفيين أكثر عردة للخطر علمنا أن عدد الضحايا في المكسيك هو الأعلى في العالم كيف يعيش الكاتب في هذا المناخ من الخوف إذن؟ في فندق قريب من معرض الكتاب سألنا عن الروائية والكاتبة المكسيكية ومقدمة البرامج التلفزيونية صبينا بغمان نشهد هنا حالة مأساة لكن يجب أن لا يثنين ذلك عن موضوعنا الأساسي ويجعلنا نتطرق لمواضيع جانبية لا تزال لدينا حرية التعرف على الأمور الجديدة لكنني أظن أن العنف الذي يشهده المرء هنا لامس مشاعر جميع الكتاب المكسيك في حالة طوارئة ورغم ذلك جاء الناز إلى معرض الكتاب الذي يزوره سنويا ما لا يقل عن مئة ألف زائر اليوم يوجد إلى جانب الكتب ستة وعشون مغنيا متخفين وسط الجمهور إنهم يقدمون عرضا غنائيا عفويا وقد يكون هذا العرض من مظاهر فرحة الحياة عند المكسيكيين كخافير سيسيليا رغم خطورة الوضع لا خوف على وطننا ما دمنا متشبثين بأخلاقنا وحريصين على كرامتنا ما من شك أن الوضع معقد والأزمة عميقة لكن الأمل والحفاظ على الأخلاق يساعدان على ضمان مستقبل مشرف هذا التفاؤل قد يكون في محله فرغم منع حرية التعبير بالقوة أحياناً ورغم حرب عصابات المخدرات إلا أن معرض كتاب المكسيك أكد على دوره الريادي في أمريكا اللاتينية اشتركوا في القناة